في الحقيقة المتابع لما كتب في الصحف المصرية بعد حرب أكتوبر 73 كان حيلاقي إن في وعود كتيرة جدا من الدولة المصرية بإن سينة حتتحول من اللون الأصفر لللون الأخضر خلال سنوات قليلة وإن العمران حيصد ولكن ظروف كتير جدا سياسية واقتصادية واجتماعية لم يحدث التغيير المنشود في سينة وظل الطريق لسينة طريق واحد بس نفق واحد مرهون النهاردة إحنا فخرين بحجم التطور وحجم الإنجاز اللي تم على أرض سينة خلال السنوات الأخيرة السنوات الأخيرة في الحقيقة بقى بدل النفق أكتر من نفق بقى في قطر رايح لسينة أرض الفيروس شافت نقلة نوعية ما حصلتش فحياتها من قبل كده من خلال عدد كبير جدا من المشاريع اللي شفناها بلا مبلغة بعد سنوات طويلة جدا من الإهمال أصبحت سينة حاجة مبهرة بكل المقاييس الحكومة حطت خطة قوية خصصة 11 مليار و 600 مليون جنيه عشان تنفذ مشاريع في مجالات التعليم الصحة الزراعة غير أن إحنا بنتكلم عن 40 مليار جنيه للعام اللي جاي يعني ده بنتكلم في مزانية فاتت وده بنتكلم في مزانية جاية وإن شاء الله بإذن الله حيكون نصيب سينة بالتنمية كبير جدا هي أنه رقم كبير جدا يا مصطفى وإن دل على الشيء فهو بيدل على اهتمام القيادة السياسية بتنمية هذه المنطقة خصوصا أن شمال سينة تحصل على 6 مليار و 500 مليون جنيه والقطاع الخدمي هو اللي بيستحوذ على أكبر نسبة من الاستثمارات يعني بنتكلم على رؤية حقيقية لتعزيز ودعم الخدمات الأساسية هناك يعني حقيقي ده معناه أنه فيه اهتمام ملحوظ بشكل كبير جدا أنه هيغير كتير في حياة الناس هناك والحيمكن ده بيحصل يا مصطفى زي ما أنت كنت تتكلم من فترة وخليني أقولك أنه قبل أي شيء فكرة المواطنة والانتماء وأنه السيناوي بحاسس أنه هو لي حقوق لازم يحصل عليها زي وزي أي مواطن في أي مكان على أرض مصر حتى بعيدا عن سينة كمان مصطفى إحنا كنا بنعاني من فكرة مركزية الخدمات عامة لكن أنه كل هذه الأرقام وكل هذه الخدمات أنها تقدم في سينة ده كان مهم جدا أنه يحصل من زمان لأنه كل مواطن مصري من حقه أنه يحصل على نفس مستوى الخدمات ده حقيقي جدا وخلينا أقولك أن سينة أرض فيها كل المشاريع يعني هي أرض زراعية ممكن تزرع فيها ما شئت وسواحل شمال سينة شهد على هذا الأمر الزراعة هناك حدث ولا حرك أرض صناعية عندك معادن ممكن تستخرجها من أي حتة أرض سياحية ودي مش محتاجة تكلم فيها يعني ويمكن هي أرض غريبة جدا كل دول العالم أو كل أماكن العالم الشمال فيها بيبقى أغنى من الجنوب ولكن سيناء ربنا سبحانه وتعالى قدر كده أن الشمال يبقى ظروفه أصعب شوية من الجنوب الجنوب في سينة طول عمره هو المزدهر هو الأكثر إقبالا شرم الشيخ رس محمد المنتجعات السياحية اللي موجودة في الجنوب وكلنا عارفين اللي كان حاصل في شمال سينة والحمد لله توقف استكملا لكلامك يا جمان عايز أقولك أن جنوب سينة حصلت على خمسة مليار ومئة مليون جنيه والاهتمام بقطاع التعليم كان واضح فيها بطبيعة الحال اللي موجودين هناك بدو فكل الميزانية دي هتروح للبدو أن احنا نعلمهم يعني احنا نستثمر في تعليمهم يعني نستثمر في المستقبل يعني كل المشروعات السياحية حيعود عليها ناتج التعليم من اللي بيحصل لأولادنا البدو هتاك لو الناس هناك عندها تعليم جيد بالتأكيد حيغير شكل الحياة مش بس حيغير شكل حياة المواطنين هناك ولكن كمان حيحفز عجلة الاقتصاد لما يشوفوا تحسين في البنية التحتية أيضا ده حيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات في هذه المنطقة الوعيدة هي يمكن زي ما بنتكلم مع حضراتكم أرض السينة أرض غنية جدا 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 مليانة بخيرات كتير جدا وحتى يمكن ربنا خصها بخصائص مختلفة تماما عن أي مكان تاني يمكن بس إحنا كنا محتاجين التأهيل وده حقيقي اللي بيحصل دلوقتي عشان كده دلوقتي بنشوف سينة بتتطور وتكون منطقة جاذبة للسياحة والاستثمار بدل ما كانت قبل كده منطقة مهملة كمان لازم نتكلم عن المشروعات الزراعية اللي هتقوم في السينة سينة البعض معتقد أنها فقط منطقة سياحية أبدا الحكومة الحقيقة شافت الخصائص اللي بتتمتع بيها أرض السينة عشان كده الاستثمار مش بس في السياحة لكن في التعليم وفي الصحة كمان في الزراع يعني هيتم إنشاء 13 تجمع زراعي جديد في شمال سينة ده بكل تأكيد هيعزز الإنتاج الزراعي ويؤمن مصدر دخل لأهلين هناك التوسع في الزراعات في سينة ده معناه أن احنا هنقدر نستفيد من الإراضي الزراعية هناك بشكل أكبر من مساحات شاسعة هناك نقدر أن احنا نستغل لها كمان توفير مصادر راي لـ 15 ألف فدان ده بكل تأكيد هيكون كمان ليه تأثير كبير جدا على إنتاج المحاصيل بكل يمكن الأليات اللي كلمت فيها مع حضراتكم هنكون بدأنا فعلا نشوف تحول حقيقي في سينة من مجرد منطقة عابرة لحدود لوحدة من أهم المناطق الاقتصادية في مصر يعني نتكلم في مشروع ضخم حقيقي منطقة كانت فقط محتاجة التأهيل عشان نقدر أن احنا نستثمر فيها وعشان حتى نقدر نجني ثمرها ده بجانب بقى فكرة الاستثمار في البشر اللي طول الوقت سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيؤكد عليها